أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر مجاعة محذرا من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسع بما يهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس عبدالفتاح السيسي من نظيره السربي أليكزاندر فوديتج وأضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وسربيا والآراب عن الارتياح للتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات بين البلدين ذلك في أعقاب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سربيا في يوليو 2022 حيث شدد الرئيسان على أهمية تعزيز أليات التعاون الثنائية في المجالات كفا كما تم بحث التعاون القائم بين الجانبين في المحافل والمنظمات الدولية وسبول مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذاتي لاهتمام المشترك كما تضمن الاتصال التباحث بالشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية لا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط حيث شدد الرئيسان على ضرورة بدل كافة المساعي نحو التهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة كما تشاور الرئيسان حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعياتها العالمية وتوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك ترجمة نانسي قنقر